أن أنت لازم تعملها وببساطة توقف عن الحكم على الناس ما تحكمش على حد خالص ما تحكمش على حد خالص خالص توقف عن الحكم على الناس إلا إذا كنت مطلوب منك تقييم فده حاجة تانية أنت بتقيم أداء الرجل ومش بتقيم البناء دا توقف عن الحكم على الناس خالص أمر التاني أخر من الدائرة الجهنمية التي هي دائرة منافسة الحمقاء يعني ايه لما تلاقي حد بنفسك اتقن عملك وبس اعيد الكلام بمرة تانية لما تلاقي حد بنفسك اتقن عملك وبس مالكش دعوة واوقف نفسك عن شاهوة الاول الفرست واقف واقف ما تطلبش ان انت تبقى الاول لكن اطلب رضا الله بان انت تتقن عملك وبس واخرج من الدائرة الجهنية دائرة المنافسة اللي بتجيب وجع وبتجيب قلم وبتجيب حقد وبتجيب انتقام وبتجيب زل وبتجيب مهانة اخر من الدائرة دي اتقن عملك وبس وما تنفس تنفس يعني ايه ما تصرحش حد حضرت النبي بيكلمنا على الصراع حياتنا بقت المنافسة توحشت فلا تسمع الا صوت الصراع توحشت في لعب الكهرة توحشت في كل حاجة توحشت في كل حاجة فالمنافسة توحشت واصبح العنصر الاساسي في حياتنا الصراع وعشان كده تلاقي اهل التدين الكم والتطرف كيفين الصراع فلازم يعملوا يحرشوا ما بين الناس وانا دايما بقول دايما ان اهل التدين الكم واهل التطرف عشاق للحروب الاهلية يعني لو ما فيش حرب بالاسلحة يبقى فيه حرب بالادمغة انا بسميه الحرب الاهلية الفكرية او ما يموتوا في ده يموت ان هما يفضلوا كده وقولك نصرة الحق نصرة الحق على فكرة ان الناس تتبنى الحق مش انك انت تبقى صاحب الحق وتدور على حد تخليه صاحب باطل عشان انت تبقى منتصر انت كذاب انت تكذب على رسول الله وتكذب على الله لو انك صاحب حق كنت يبينت للناس الحق برحمة لكن ان انت تبين للناس الحق مخالفا عهد رسول الله ان انت متشعش الشرك في الناس فانت كذاب الحاجة التالتة اللي انت لازم تعملها يبقى اول حاجة قلنا استبشر تاني حاجة قلنا على طول توقف عن الحكم على الناس تالت حاجة قلنا اتقن عملك وخليك ماشي في اتقان العمل ومالكش دعوة بالصراع ما تدخلش نفسك صراع هتبقى راجل حكيم كل ما تشوف صراع تبتعد عنه وليس اوه هتفتكر ان الصراع من الرجولة الصراع ليس من الرجولة ولكن الرجولة شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يعمل صراع في المدينة كان قادر يعمل صراع في مكة ما عملش صراع صلى الله عليه وسلم كان فيه منافسة على سلطان المدينة حضرت النبي منافسة حد وإلا حاصل وعطى الناس مكانتهم وحقهم فرسول الله علمنا ان الصراع ليس جزء من الرجولة ولكن اتقان العمل جزء من الرجولة كل ما تلاقي صراع اتقن عملك عشان تبقى متابع لسنة رسول الله واخر حاجة بنصحكم بيها واخر حاجة ممكن نعملها مع بعض ونتدرب عليها مع بعض وحاجة مهمة جدا 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 في الحياة ان احنا دايما ببساطة نذكر نفسنا ان احنا عايشين في وسح عايشين في نعمة عايشين في فضل لان في بعض الاحيين بيبقى الاحساس والشعور بان انت عايش في ديق هو بيبقى مبرن ان نفس الامارة بالسوق ان هي تاخدك للصراع احنا غرقانين في نعمة ربنا ولذلك عود نفسك كل يوم على الاقل تعمل مجلس لنفسك اسم مجلس الحمد تقول فيه الحمد لله رب العالمين على الاقل لمئة مرة وتملى نفسك بان انت في نعم في نعم في نعم في نعم حتى تصبح غريق في النعم فتجد قلبك وصل من اي صراع ولا اي منافسة وترى وسع الله سبحانه وتعالى فاللهم يواسع وسع صدورنا واشرح صدورنا وارح بالنا واجعلنا من عبادك المطيبين الطيبين يا ارحم الراحمين واكرمنا بكرامة النبي واجعلنا مع سيد مرسين صلى الله عليه وعليه وسلم على نفسه واجعلنا في بشراء واجعلنا في امانه واجعلنا في ضمانه فقد ضمنا لنا اننا اذا تركنا سراع الدنيا وعيشنا في امان الله اننا نهدأ ونرتاح ونسعد ونرتقي اللهم رقنا بمحبتنا وبودنا وانزع من قلوبنا كل حقد وغل لأحد من عبادك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة